هل تصدق أن هناك دولة عربية ليس بها فقراء؟ على ما يبدو أن هذه المعلومة لم يصدقها أحد بل أزعجت العديد من المصريين الذين تفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي هذا ما حدث أثناء لقاء وهو لقاء اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان كريمة أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مبادرات إسأل الرئيس أما خير رمضان والله يا فندم مش عادة أقول يعني إحنا المصريين كل رمضان هذا خير لغاية الركب زي ما بنقول رز وسكر وسمنة وزيت وعد في كل حتة والله في كل حتة في مصر ما فيش بيت في مصر ما جالوش من مصري إلى مصري خير رمضان بالكامل وحقول لحضرتك برضو ويمكن في ناس تهاجمني طبعا أنا يمكن ما عنديش خبرة جمدة أنا بقول دايما وسادتك دايما بتقول لي لا أنا بقول ما فيش حد في مصر فئير شكرا جزيلا يا فندم هذا التصريح أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا حملت قاطعوا جمعية الأورمان فكتب نادر بشارة عبر تويتر لما مصري ما فيهاش فقراء ليه تتبرعوا لجمعية الأورمان اللي بترعى الفقراء قاطعوا الجمعية هناك أحمد إبراهيم ما فيش حد فئير طيب ما تخلوا عندكم دم وتبطلوا الإعلانات إعلانات التبرع اللي مش عارفين مصيرها إيه قاطعوا الجمعية أما نجاد البرعي يقول سؤال بتاع جمعية الأورمان لما لفيت مصر ما لقيت شفقه أراء أمال انتي جاية تشتغلي إيه بصوت ماري مونيب ما رأيكم أن نتكلم بقليل من الأرقام والأرقام الرسمية وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عام 2015 نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 27.8% أكثر من نصفهم في الريف الوجه القبلي ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية تصل نسبة الفقر المتقع الذي يعني الفقر الغذائي عدم قدرة الفرد والأسرة على توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية تصل إلى 5.3% من السكان المصريين